السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لدراسة الجزء الثالث من النص المسترزل رئتنا في خطر وهذا الجزء يندرج من الأسبوع الثالث من الوحدة الخامسة مجال الغابة هنوان هذا الجزء غطلة غير منطعة نبدأ على بركتي الله نقرأ هذا الجزء ثم نعود للإجابة عن الأسئلة المصاحبة حلت العطلة فصافرت القفلة إلى البادية إلى حيث يمكنها أن تنفذ نصائح أستاذتها في البادية يمكنها أن تغرس الأشجار وتعتني بها ويمكنها المساهمة في العناية بالبيئة عوضة ترديد الكلمات والشعارات هناك حفرت وغرست وروت وقلمت وتعبت أزعجها منظر المحراك التقليدي وقد صنع من خشب فظلت تحصي ما صنع من الأشجار حتى اختلطت الأعداد في ذهنها وفي المساء استلقت على ظهرها لتستريح لكنها هبت مظهورة يا إلهي حتى سقف البيت من خشب من خشب الأرض هذه الأخشاب الحاضرة في البوادي والمدن تشهد كلها بالإسراف في قطع أشجار الغابات أبحث عن معنى استلقى بتوظيف عائلة الكلمة إذن استلقى يستلقي استلقاء مستلق ومستلقا استلقى يستلقي استلقاء مستلق ومستلقا بمعنى نام على ظهره نام على ظهره السؤال الثاني لماذا سافرت الطفلة إلى البادية إذن سافرت الطفلة إلى البادية حتى تتمكن من تنفيذ نصائح أستادتها إلا حيث يمكنها أن تنفذ نصائح أستادتها إذن سافرت الطفلة إلى البادية حتى تتمكن من تنفيذ نصائح أستادتها سافرت الطفلة إلى البادية حتى تتمكن من تنفيذ نصائح أستاذتها ما الأفكار التي قد لا تجد الطفلة طريقة لتنفيذها بالمدينة؟ إذن باحظوا معي هنا نفس الفقرة من الجزء الثالث الفقرة الأولى من الجزء الثالث ففي البادية يمكنها أن تغرس الأشجار وتعتني بها يعني غرس الأشجار والعناية بها المساهمة في العناية بالبيئة عوضة ترديد الكلمات والشعارات الحفر الغرس السقي والتقليم إذن الأفكار التي قد لا تجد الطفلة طريقة لتنفيذها بالمدينة غرس الأشجار والعناية بها المساهمة الفعلية بالبيئة حفر الحفر غرس النباتات إلى غيرها من الأعمال كما قلت السقي والتقليم أين يتجل اعتداء الإنسان على الأشجار في البادية؟ ذكر في الفقرة الثانية من هذا الجزء منظر المحرات التقليدي المصنوع من الخشب وأيضا حين سلقت على ظهرها لاحظت أن سقف البيت أيضا من خشب إذن يتجل اعتداء الإنسان على الأشجار في البادية في صنع المحرات من الخشب وسقف البيت أيضا لينتجل اعتداء الإنسان على الأشجار في البادية في صنع المحرات الخشب من خشب وسقف البيت أيضا سؤال مؤلي سؤال رقم خمسة ما الذي أثر في التفلة أكثر؟ الذي أثر في التفلة أكثر هو سقف البيت المصنوع من خشب شجرة الأرض إذن الذي أثر في التفلة أكثر هو سقف البيت المصنوع من خشب شجرة الأرض ألخص الجزء وأستخرج منه الفكرة الرئيسية إذن الفكرة الرئيسية لهذا الجزء سفر الطفلة إلى البادية لتنفيذ نصائح أستاذتها سفر الطفلة إلى البادية لتنفيذ نصائح أستاذتها أما بالنسبة للترخيص سفر الطفلة إلى البادية كي تستطيع تنفيذ نصائح أستاذتها وتساهم في العناية بالبيئة كذلك ولكن أزعجها منظر المحرات الخشبي وسقف البيت المصنوع من خشب الأرض إذن سفر الطفلة إلى البادية كي تستطيع تنفيذ نصائح أستاذتها وتساهم في العناية بالبيئة كذلك لكن أزعجها منظر المحرات الخشبي وسقف البيت المصنوع من خشب الأرض عطلة غير ممتعة هل هو عنوان مناسب للجزء؟ عطلة غير ممتعة هو عنوان مناسب لهذا الجزء لأنه يعبر لنا عن اشتياء الطفلة مما رأته أيضا في البادية من آثار لتخريب الغابات إذن عطلة غير ممتعة هو عنوان مناسب لهذا الجزء لأنه يعبر لنا عن اشتياء الطفل مما رأته أيضا في البادية من آثار لتخريب الغابات أعطي الجزء عنوان آخر إذن كعنوان آخر للجزء يمكننا نقلو ويستمر التخريب أو الدمار وصل للبادية الدمار وصل للبادية ويستمر التخريب أو الدمار وصل للبادية إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو اليوم أضرب لكم وعيدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع بدائغ مع السلامة